كيف تستعيد السيدة طاقتها الإيجابية؟ كيف تستعيد السيدة أنوستها الضائعة؟ مثل ما بنعرف أنه بس يصير عند أولاد بتلتهي بالأولاد وبتنسى حالة كمان لكن دائماً بتدور أنه أنا وين أنا؟ أنا بدي أرجع مثل ما كنت هذا السؤال دائماً بتقوله لحالة فأنا نشرت مقالة بليالي الفرح مدونة ليالي الفرح بتحكي مجموعة من النقاط واليوم رح نحكي ببعض النقاط نحن بنرجع نحتفز بطاقتنا بأنوستنا رغم كل الضغوطات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية اللي هي عم تضغط على حياتنا رأى أنه السيدة دخلت سوق العمل نتيجة دخولها سوق العمل رافت منها جزء كبير من أنوستها فنحن كيف ممكن تستعيدها لأنو صار في عندها ضغوطات العمل بدأ تثبت حالة بالحياة المهنية وعندها واجب إنساني هي تربية أطفاله والاهتمام بعائلته فكل هذه النقاط هي أمور ضاغطة على الأنسة مع أنو صرنا عم نطلع برات البيت وفي برات البيت نحن ناخد نقل العام ممكن نكون عم نمشي بسر عم نمشي بالسوق فصرنا عم نلبس البنطلون والقصص الطويلة اللي هي عم تخفي أنوستنا نرجع شوي نلبس القسطان والتنورة هذي النقاط كتير مفيدة حتى السيدة تحس بأنوستها هاي نقطة كتير لو كانت صغيرة هي كتير مهمة للسيدة تغني تدخل وهي عم بتحضر واجبتها المفضلة تفوت وتغني ترقص تعلي صوت الموسيقى هالقصص الصغيرة اللي كانت تتصرفها وهي صغيرة بس هالله صارت أمه مسؤولة تطلق الأنسة الصغيرة المدلة اللي موجودة جواتها لأنو نحنا كابتينها لأنو نحنا بنقول العيب كبرنا ما بيصير مع العلم من الناحية الجمالية الرقص ضروري للسيدة لأنو بتحرك الحض في كتير سيدات بيعانوا بعد انقطاع الدورة الشهرية من تعزم هذه المنطقة وما بقى بيدروا بحركوها لكن الرقص بيساعد على أنو تصير هالمفاصل لينة والسيدة تبقى تتمتع بصحتها أكثر